موسيقى السلام عليكم اليوم بمناسبة الأكتوبر الوردي اليوم سوف نتحدث على سرطان تادي موسيقى سرطان تادي سرطان تادي هو تطور غير طبيعي وغير مسيطر عليه لخلايا نتحدث على سرطان تادي سواء القنوات أو الغدد التي تكون لنا واحد الكتلة وعلى ما نسميها سرطان لأنها تكون لديها القابلية أو القدرة على أنها تمشي لأماكن أخرى من الجسم لهذا يجب أن نكشفها بواحد الوقت مبكرة موسيقى موسيقى لا يوجد سبب محدد بالإصابة بسرطان تادي ولكن هناك عوامل خطر يزيد من نسبة الاحتمال الإصابة بسرطان تادي منه مثلا السن نعرف أن كلما السيدة تتقدم في السن كلما تتقدم الإصابة بسرطان تادي تزيد السكس جالها وش هي سيدة أو راشل نعرف أن السيدة هي أكثر عرضة الإصابة بسرطان تادي على الرجال نعرف أن السرطان تادي يمكن أن يجيش الرجال تجاه النساء تقدر يجيهم الجوش ولكن النساء هم أكثر عرضة من الرجال بالإصابة بسرطان تادي تاريخ العائلي تكون السيدة عندها مثلا الأم أو الأخت أو شيء واحد في العائلة وهذا يزيد من نسبة الاحتمال بالإصابة بسرطان تادي وجود طفارات جينية بسرطان تادي أو بسرطان تادي تكون واحد طفرة يعني ما تكونوش هدوك الجينات عاديين فهذا تادي ارفع من نسبة للإصابة بسرطان تادي الوحد شكل مرتفع نمط الحياة حتى هو مثلا التخدير غير متوازنة تدخين الوزن التي تكون زائد الحركة النشاط الرياضي التي تكون قليل تهم من المسببات تعرض الهرمونات بشكل غير عادي تعرض خارجي يعني السيدة تتكون هي تتخد الهرمونات باش متلا ما تحش بالأعراض ديال الامينوبوز او ديال القطاع الطمث موكهد واحدهما مخصناش ناخدهم او الهرمونات اللي تيمنعوا من المنع الحمل او لا تكونوا واحد الهرمونات الداخلية علاش متلا انت تكون السيدة عندها البلوغ يعني سل البلوغ كان في سن صغير مبكير قليل 12 سنة او جهة انقطاع الطمث بعيد يعني مورة 50 سنة ما تيكون هاد الفترة كبيرة كلما الدات ديالنا تتكون معرضة اكتر الهرمونات منهم الاستروجين اللي تيرفع منسبة ديال الخاطر الاصابة بسرطان تدي الكشف المبكير عندو واحد الاهمية كتيرة اللي باش نجعلو ان العلاج يكون عندو نسبة شفاء عالية يكون اكتر فعالية وتكون النسبة ديال اعراض الجانبية اقل طرق الوقاية طرق الوقاية متعددة كانين وقاية الاولية كانين وقاية تانوية على اخل الوقاية الاولية هي من تنقص مع عوامل الاصابة او عوامل خطر ديال الاصابة بصرطان تدي مثلا نمط العيش شخص يكون عندو واحد نمط العيش اللي هو بتغذية متوازنة تكون عندنا الحركة البدنية تكون منتظمة نبعدو على التدخين نبعدو على شرب الكوحول نوك للعلاج الهرموني حتى هو من الاحسن اننا نبتعدو عليه والحفاظ على واحد الواسن يكون مناسب نوك هادو كلهم هما ممكن انو يقوموا الوقاية الاولية يعني الى درناهم تنقصوا بالنسبة للاصابة كينا الوقاية التانوية والتي تنسموها لابخيبنشان سيكوندير يعني تنحولوا اننا ندروا الكشف المبكير سالو دي باستاش هذا دي باستاش حتى هو جيد مهم لان اوخا لقدر الله كان سرطان تلقاوه في مراحل جيد مبكيرة قبل سيدة انها تلقى حاجة في تادي دياله دي باستاش حتى السيدة تلقى مثلا واحد الحبوبة في تادي ديالها جس انها هي سيدة سين ديالها تفوز 45 سنة تتوجه هالطبيب ديالها باش دير مموغافي مره كل سنتين وكينا الكشف المبكير حتى هو ان سيدة يمكنها تكون كمكة لعمر ديالها يمكنها تكشف تادي ديالها واحد المره كل شهر باش حتى الى كانت شي حبوبة او لاشي حاجة مبتلا تتلقاها في واحد المرحلة اللي هي مبكرة السرطان تادي ماشي سرطان سامت وهي هي المدد ديال ميات يوم تقريبا ما بين دخور ديال اول خالية وبان السيدة تتحس بانها عندها الورم ولكن احنا اللي تنتمنوه كأطيبة هو ان نلقوه هذا الورم قبل ما السيدة تحس به يعني في المراحل المبكرة تتسمى ما قبل السرطانية ولا بالفرانسي تتسمى ما بين السيدة تتسمى لذلك في المرحلة اللي هي هم اللي تتسمى نسبة العلاج مرزة فعبا بزاف و تكون انه الخطر ان هاد المرض يمشي للاعداء اخرى تقريبا من عادي كل ما السيدة قبل ما تحسب تشي حاجة مشاتي عن طبيب ديالها باش تكشف عن السديد ديالها بالاخص بلا موموغرافي كل ما هاد نسبة العلاج تتكون اهم اشتركوا في القناة